موسيقى نشرة وظهيرة أهلا بكم هذه أبرز العنوين ثلوج وموجة برد وتسقطات مطارية بمعدلات ضعيفة إلى متوسطة تشهدها المملكة في ظل ذرقية صعبة طبعها جفاف تولت سنواته تسبب في وضعية إجهاد المائي الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة والأمم المتحدة تحذر من أن القطاع بات منطقة موت وغير صالح للسكن في ليلة اعتراف وتكريم أغادير تختفي بشبابها المبدعين نظير عملهم على مستوى الجماعات الترابية وفي رقم الظهيرنا الصديف الأسادة الجامعي والكاتب دريس الجريني يحدثنا عن إصداره الجديد طفولة بلا مطل أمطار بمقييس متوسطة سجلت في أنحاء متفرقة من المملكة خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية إلى حدود السادسة من صباح اليوم وأعلى المقييس شهدتها فاس بثمانية وعشرين مليمترا بإفران سجل سبعة وعشرون مليمترا أربعة وعشرون مليمترا بسيدي سليمان بمكناس سبعة عشر مليمترا خمسة عشر بشفشاون وأربعة عشر مليمترا بستات أمطار متوسطة إذن إلى ضعيفة المقييس صاحبتها ثلوج في القمم أعقبها انخفاض حاد في درجات الحرارة من بين المناطق التي سجلت بها ثلوج قمم جبال بويبلان بوابو ناصر بالأطلس المتوسط حيث هوت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلا وبداية الصباح موجة برد قارس يحاول سكان المناطق الجبالية التخفيفة من وطأتها بتوفير حطب التدفئة النموذج من قرية بن مقبل بجماعة بركين نواحي إقليم جرسيف في روبرتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش عندما ينطر التلج بيضه على قمم جبال بو ناصر الذي يتجاوز ارتفعه 3300 متر عن سطح البحر يستنفر سكان الدواوير المجاورة قوهم للتصدي لموجة القر مع خيوط صباح الأولى غادر عبد الرحمن قريته بن مقبل بجماعة بركين القروية جنوب إقليم جرسيف بحثا عن حزمة حطب بعد عناء وطول مسير قفل راجعا ومعه هذا الزاد غلت رحلة دامت أزيد من ثماني ساعات هي وجدت العواد وكنت في الغابة وخبرت شوية ولكني شغدير اللهم يا دار ورغل يكون إلا ما كانواش العواد رأي ما كينوال ومحيط لا الفران لا قدالا لا الصفاج لا بالأدم عنده الفرن وإلا ما كانواش العواد ما كينوال أشجار الأرز والسنوبر البريت تضفي لمسة جمال سحر على هذه القرية التي يحرسها جبل بوناصر الشامخ بسلسلة الأطلس المتوسط هدوء وجمال طبيعي لا ينغسه إلا قسوة البرد ومحدودية الإمكانات الاقتصادية فمؤشر الحرارة ينخفض هنا إلى ما تحت الصفر ليلا وبداية الصباح ونشط الفلاحي نال منه الجفاف جفاف يأمل السكان طي صفحته بعد نزول الغيث يتعالوا بزاف من جهة البرد والجفاف وكدام معدهم لك سيبالة ولو حتى شي حاجة أنتم ما تشوفوا عني الحالة ديرهم اللهم ولك الحمد لله تشتيبه ونحن تسلجع على الجبال كنا شفية مضرورة بباب الجفاف ونحن نحن 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 الناس هنا بالمنطقة يستخدمون حطب التدفئة لمواجهة البرد القارس التي تشهده هذه المنطقة كل سنة ثلوج خفيفة أعادت لون البياض إلى قمم جبال بويبلان وتساقطة مطرية انتظرها السكان على أحرى من الجمر السحب الممترة تعود مجددا إلى سماء جهة الشرق لتروي حقولا اسفرت وهلك زرعها وتغيث قطعا جف زرعه بعثة بقطارات الغيثهات أمالا جديدة في قلوب الفلاحين لإنقاذ الزراعات الخريفية وتغذية عيون وآبار وملء حقينة سدود تبخر ماءها وإعادة الإخذرار إلى المراعي للحديث عن هذه الحالة الجوية التي طال انتظارها في ظلمة عيشه المملكة من جفاف تولت سنواته يحضر معنا ضيفا في الأسودية سيد محمد جليل مهندس في علم المناخ والموارد المائية أهلا وسهلا بك سيدي إذن أنطار خير شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين لكن بمقييس ربما كانت ضعيفة إلى متوسطة ونحن في بداية شهر يناير هذه الحالة الجوية بهذه المقييس هل تتناسب والفترة التي نعيشها حاليا من السنة؟ قطعا لا شكرا سيدتي على الاستضافة قطعا لا أظن أنه هناك إجماع على المستوى العلمي وعلى مستوى الخبراء وكذلك على المستوى حتى الشعبي أن هناك نضوب في هذه الأمطار وهذه الحالة تعد حالة تؤكد أننا ماضونة في حالة جفاف وهذه الحالة إذا ما قرنت بسنة عادية لا يمكن أن نعتبرها بأننا في مستوى موارد مائية جيد أظن أنه بدأنا خريفا فيه نضوب للأمطار وفيه شح للمياه كان خريفا جافا كانت هناك تدني لمستوى الأمطار حتى بلغ أدنى من 50% يعني مقارنة بسنة معتدلة ونظن بأننا نحن صارون في هذه السيرورة الجافة التي بالأسف تؤثر على جميع أرجاء بلدنا الحبيب إذا نعيش محصار في المطر وحتى حين تسجيل التساقطات تكون بمعدلات ضعيفة مع موجة برد هل يكرس ذلك بالفعل تغير طبيعة مناخ المملكة ودورة المياه على الخصوص بكل تأكيد سيدتي الكريمة هناك يعني هذه التغيرات المناخية نعيشها وليست ولدت اللحظة هذه التغيرات المناخية بالتذكير يعني كانت موضوع بحوث وكانت موضوع كذلك محاكاة علمية كثيرة جدا منذ عقود لا ننسى أنه في التقرير الذي تقدم به المغرب في كوب سبعة في مراكش التي نظمت في مراكش في 2001 يعني لأكثر من عشرين سنة مضت كان هناك تقرير الذي تقدم به المغرب في إطار في إطار الاتفاقية في اتفاقية الإطار لتغير المناخ على المستوى الدولي الذي كان ينذر كذلك بهذه التغيرات المناخية وكنا نعيشها وحتى عندما نحلل المتتاليات الكرونولوجية للتساقطات في المغرب لسيري كرونولوجيك نرى بأن هناك انحدار شديد لهذه الأمطار وأظن بأنه نحن ماضون كذلك في هذه السيرورة التي تنذر بشح لموارد المائية بقلة الأمطار ماضون كما قلت في هذه السيرورة لشح الأمطار يتأكد يوم بعد آخر سيناريو سنة جافة أخرى مخزون المملكة في هذه الحالة علما أننا عشنا سنة الماضية وضعية الإجهاد المائي إلى أين نحن بخصوص المخزون المائي المخزون المائي على المستوى للتذكير فقط حتى نستطيع أن نعمل نوعا من المقارنة المخزون المائي على المستوى المعدل هناك تقريبا 20 مليار متر مكعب الآن نحن في مستوى أقل بكثير جدا ربما حتى الربع من هذه الكمية على مستوى جميع حقينات السدود في المملكة هذا المخزون كيبي لنا في مجموعة من حقينات السدود إذا أخذنا سد المسيرة التي عند الحقينات عوجوج فاصلة 6 مليار متر مكعب نجد أننا لا نصل حتى إلى 3% منه يعني هناك طمي ووحل عوض الماء هناك إشكالية كبيرة جدا ولا ننسى كذلك أن الفرشات المائية تعاني كذلك من هذه الإجهاد والإجهاد لا يترتب فقط عن شح الأمطار ولكن كذلك على كيفية استعمال هذه الموارد المائية من طرف المطار أستاذ نسائل ربما الحلول المطروحة والسياسات العمومية في هذا المجال السياسات العمومية على كل حال لا بد أن يكون هناك تغيير للباراديغما نحاول ما أمكن الآن أن ندبر الأزمة يعني لا ندبر المخاطر هناك تدبر الأزمة نحاول ما أمكن أن يكون هناك جر للموارد المائية من الشمال إلى الجنوب عبر ما يسمى بالتضامن بين المجالات ولكن هذا لا يكفي لأن بالكاد يمكن أن نوفر ربما مجموعة من الكميات من المياه لكي نغطي حاجيات بسيطة جدا من الماء الشروب ولكن هناك كذلك القطاع الفلاحي الذي يحتاج كذلك المياه وبالتالي لا بد أن نغير هذه البراراديغما البراراديغما التي بدأنا بها منذ الاستقلال هي أننا نشيد المشيئات المائية الكبيرة جدا الآن لا بد أن نغير هذه الوجهة نحو البحث عن موارد مائية بديلة مثل الموارد المائية تحليل المياه البحر وكذلك استعمال المياه العادمة وتستعمالها كذلك ابقى معي أستاذ سنعرج على أوروبا وموجة البرد التي يشهدها شبال هذه القارة نرويجين خفضت هناك درجة الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة أوسلو في ظل موجة سقيع تدرب شمال القارة منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجات تحت الصفر في السويد يوم الأربعاء الماضي وهي أدنى حرارة تسجل في هذا البلد منذ 25 عاما أعود أولئك أستاذ محمد جليل مهندس في علم المناخ والموارد المائية يعني موجة سقيع يشهدها شمال أوروبا مع معدلات قياسية هل من تفسير لهذه الموجة وهل تؤثر ربما على باقي أوروبا وبالتالي شمال القارة الإفريقية ونحن نعيش أيضا موجة برد في هذه الأيام لا بد أن نشير إلى المناخ عندما تحدث عن المناخ نتحدث عن المناخ على المستوى العالمي يعني الكرة الأرضية كلها مترابة هناك ترابط من المناخ في البرازيل والمناخ في أوروبا والمناخ في المغرب وعندما نتحدث عن التغيرات المناخية لا يمكن أن نختزلها فقط في الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري يغطي كذلك هذه الموجة هكذا موجات سقيع لا بد أن نعلم أن هذه الميسمة بالتغيرية المناخية لها علاقة ذلك بالتغير المناخية التغير المناخية هي التدبدبات المناخية التي تنقلنا من درجات السقيع إلى موجات الحرارة ومن الفيضانات إلى شح المياه وبالتالي فنحن نعيش في اختلال للتوازن المناخي وتطرف ربما في المناخ درجات حرارة قصوى درجات دنيا قصوى أكيد والمناخ في المغرب حقيقة له محددات جغرافية طبعا نعرف أن المناخ في الجبل ليس المناخ في السهل ولكن هذا المناخ مرتبط كذلك بما يسمى بالسيالة العام بالسيالة العام على المستوى العالمي على المستوى الكرة الأرضية وبالتالي سوف نتأثر بدون شك بهذه الضواهر كلها طيب أسد سؤال أخير وباختصار لمواجهة هذا الوضع توالت القمم المناخية أخرها في قمة دبي قمة دبي قمة بعد قمة تحاول الدول التوصل إلى خطوات يمكنها الحد من تغيرات المناخية هل هذه الجهود فاعلية حقيقية على أرض الواقع أم أننا بلغنا نقطة لا عودة السيد الأمي العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال أنذر وقال بأننا لسنا في احترار على المستوى ولكن في التهاب ينتحدث بلهجة فيها بعد الخوف أظن بأننا لم نصل إلى نقطة لا عودة هناك جهود على مستوى المفاوضات المتعددة الأطراف بين الدول لكي نتمكن من أن نعالج هكذا وضعية هناك الآن في كوفت 28 في دبي خرجنا بقرار من أجل أن نمر من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجديدة ربما هناك مجموعة من الجهود التي سوف تتم ولكن لا بد كذلك للمغرب أن يحاول ما أمكن أن يستفيد من هذه المفاوضات عبر الاستثمارات في الطاقات المتجددة وعبر كذلك ما يسمى بصندوق التكيف المناخي الذي يذر كذلك أموالا طائلة يمكن أن توزع على الدول التي تعاني من هذه المشاكل والمملكة ماضية في هذا الطريق طريق كل ما هو طاقة متجددة شكرك السيد محمد جليل مهندس في علم المناخ والموارد المائية شكرا لك سيدتي تصعيد عسكري غير مسبوق بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الأخيرة روسيا نفذت خلالها هجمات في مناطق مختلفة من أوكرانيا أطلقت صواريخ باليسية فرط صوتية فيما أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت عشرة منها وهو تصعيد خطير ومقلق حيث أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطير هذا التوتر أو هذا التطور في مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة جليل بن فتان سرعته تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعف ويبلغ مداه أكثر من ألف كيلومتر ساروخ كينغال يصل عمق أوكرانيا هي صور لساروخ كينغال فرط صوتي روسي نشرتها أوكرانيا ليلة أمس أبطلت فرق الإغاثة بكييف مفعول رأس الساروخ الذي أطلقته روسيا لتدمير الأهدف البرية والبحرية فيما أكدت أوكرانيا أن أسقطت عشرة نماذج منه خلال سلسلة ضربات كتيفة على مدن أوكرانيا تلثاء الماضي بواسطة نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتوريوت يأتي ذلك غدا تستمرر التصعيد غير المسبوق بين طرفي النزاع في الحرب الروسية الأوكرانية بالصواريخ والمسيرات حيث أكدت كييف يوم أمس أن روسيا نفذت خلال الليلة هجمات في مناطق مختلفة من أوكرانيا أطلقت خلالها نحو 30 طائر مسيارة هجومية تم إسقاط 21 منها على الصعيد الخارجية دنت بريطانيا في بيان لها استخدام روسيا سواريخ باليستية كورية الشمالية في أوكرانيا وطالبت الخارجية البريطانية كورية الشمالية بوقف إمداد روسيا بالأسلحة خصوصا أن بيونج يانج تخضع لنظام عقوبة صارمة البيان البريطاني يأتي بعد أن يستند البيت الأبيض إلى معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية مؤخرا ليعلن أن بيونج يانج زودت موسكو بصواريخ باليستية في تصعيد كبير ومقلق هذا ما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومية الأمريكية ما يجعل واشنطن تفرض عقوبة إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة مع روسيا والحرب الروسية الأوكرانية حُددت من بين أسباب التدخم الذي شهدته المواد الغذائية على المستوى العالمي معدل هذا التدخم تراجع خلال العام 2023 مقابل 2022 بنسبة 13.7% بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أوضحت أن أبرزا خفاض سجلته أسعار الزيوت النباتية والحبوب بلغ العدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة يومه الثاني والتسعين وصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على قطاع غزة خاصة وسط وجنوب القطاع مخلفا عشرة الشهداء فيما الحصيلة الإجمالية للضحايا بلغت أزيد من 22 ألفا وستمائة شهيد معظمهم نساء وأطفال الأمم المتحدة حذرت من أن قطاع غزة بات مكانا غير صالح للسكن وقالت إنه مكان للموت سعاد زعتراوي قصفين دارنا دار خالي سعيدة بركبة وقصفوا دار ابو محمد ودار ابو صقر كل دورة بركبة دار قرأي ابنه هنا مش عارف ليش قالوا لنا ارجعوا على البيوت وعلى الدور ما بعرف يعني ما بعرف وين بدنا الروح وين يرجعوا الناس على أطلال حيه يقف تائها بين بقايا الحجر وأشلاء البشر قصف جوي ومدفع عنيف على شرقي وغربي ووسطي خانيونس ليلة أمس 22 شهيدا منذ فجر اليوم ومن بقي من الأحياء لم يعود يقوى حتى على البكاء بدون سابق انظار وبدون أي إشعار لهم يعني هما كانوا بحالة طبيعية في البيت انت عارف انه الأهل والولاد بيلعبوا بيبياكلوا بيشربوا ووضع طبيعي لأنظار ولا تبليغ ولا ما يحزنون تم قصف البيت بدون أي تنبيه لهم أو أي اتصال يعني احنا هذا القتل اتصالت امي علينا ساعة 12 بتقول لي أختك استشهدت كمنا نايمين يمكن خمسين نفر في دار سبنا نصوت ونزحين تحت ونزحين فوق قام واش في يا جماعة اش في قلنا استشهدت أولاد وحطي وضلنا نقول قاعدين قاعدين ونسبع ونستغفر وقمنا قيام ليل عبل ما طلعوا نهار وجينا الزمبهم الأبرياء هدولا يستشهدوا الزمب تغيب الأجوبة عن كل الأسئلة الحارقة بخصوص الوضع في غزة بعد تمص معالم الحياة وبعد تدمير كل شيء المنازل والمستشفيات والمدارس والملاجئ وبعد وصول عدد الشهداء إلى قربة 23 ألف شهيد غالبيتهم نساء وأطفال في الوقت الذي يعلن فيه جيش الاحتلال بأن العمليات العسكرية في غزة مستمرة إلى حين عودة كل الرهائن وتفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس صحيفة هارتا الإسرائيلية نقلت اليوم عن أعضاء في المجلس الوزاري قولهم إن الجيش لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة وسط احتدام الخلاف الداخل بإسرائيل حول من يتحمل مسؤولية الفشل الأمني والعسكري في مواجهة عملية طفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر من شتنبر الماضي حزب الله اللبناني صرح بأن مقاتل المقاومة الإسلامية أطلق 62 صاروخا على قاعدة ميرون ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجو الوحيد في شمال إسرائيل جاء ذلك كرد أول على اغتيال إسرائيل للقياد في حركة حماس صالح العرور بالضحية الجنوبية لبيروت ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إغلاق جميع الشوارع والمفارق على طول الحدود مع لبنان هو اليوم الثاني وتسعون من الهجوم على المبادئ الإنسانية 92 يوما من جحيم غزة فماذا بعد؟ نشط الظهيرة متواصلة فيها أيضا البرنامج التكملي لإعادة أهيل وتثمين المدينة القديمة للصوير السكمل السكمل حيزه الزمني فما الذي أنجز وما الذي تبقى من مشاريع هذا البرنامج في النشر أيضا نظر على إبداعات الفنان كمال سوسي منحوتات يحرز فيها على استحضار الهوية الثقافية المغربية من قضاء العام 2023 انقضى الحيز الزمني الذي خصص لإنجاز أشغال البرنامج التكملي لإعادة تأهيل وتثمين المدينة القديمة للصوير والذي كان أطلق عام 2019 وخصصت له استثمارات بقيمة 300 مليون درهم نقف في النشر عندما أنجز وما تبقى من هذا البرنامج في روبورتاج سوفيان بوعزاوي يون صباح البرنامج التكملي لإعادة تأهيل وتثمين المدينة العطيقة للصوير في خطواته الأخيرة خمس سنوات مرت على الأشغال التي لازلت متواصلة واتهم مختلف المواقع التاريخية التي تزخر بها المدينة العطيقة شارع الزقطوني الذي يضم عدد من التجار أكلت عملية تأهيل إلى مقاولة فسخة العقد ولم تكمل الأشغال شارع رئيسي بزاق بعمل شي شوية لأنه تقريباً كيدخلوا من المدينة العتقال من الأول لأنه تدخل كل شيء السياحة للأجانب والسياحة الداخليين أتمنى صنوات التحركة لأن هذا المشروع غادي بحل باطئ بزاق مقارنة مع باقي المدين مثلاً كالتطوان والرباط ومركش كان فرق كبير لا من أحيي الجمالية دياله لا من أحيي الضبطية دياله وبالنسبة حتى الوقت يعني التال وقت اللي كان محدد فيه تأهيل المجال العمراني هو من ضمن محاور المشروع في المجموع 333 منزلاً يخضع للتدعيم والإصلاح من بينهم 123 منزلاً هدم بشكل جزئي أو كلية صفقة المشروع تنجزها الآن شركتين ومع اقتراب انتهاء الأشغال بعض المنازل لا زالت في مراحلة متأخرة وهذا هو التصريح اللي أعطونا وحنا مزا باقي كانت ناول الأشغال داروا معنا 3 ديال الشهور وعطونا 3000 درهم 3000 درهم اتقادات وحنا مزا باقي مزا باقي ما كينوالو اسم قلت قريباً ما كينوالو يلا الخطوة الأولى المشروع ينخلط فيه عدة متدخرين على المستويين المحلي والمركزي ومن بينهم مجموعة العمران شارع الزرق طوني تم إنجاز الأشغال الخاصة بتغطية الأرضية أشغال إصلاح الواجهات كانت عندنا صفقة بدوا فيها الإشغال وتم الفسخ ديالها المقاولة طلبات الفسخ ديالها معالجة السكن المهدد بالين هي نسبة الإنجاز نسبة الإنجاز فاق 90% أغلبية الدور تم معالجتها وإصلاحها تبقى حالات خاصة فيها مشاكل مرتبطة بها وممكن مرتبطة بالوضعية المقاولة البرنامج التكملي لتأهين المدينة العثيقة للصوير كلف استثمارات تجاوزت 300 مليون درهم ويغطي 27 مشروعا 9 مشاريع أنجزت فيما 18 مشروعا في طور الإنجاز في ليلة اعتراف وتكريم أغادير تحتفي بشبابها المبدعين نظير عملهم على مستوى الجماعات الترابية للمدينة روبرتاجيون سلامتين تحرير طارقانين أغادير تحتفي بأبنائها ممن أبدعوا في مجالات اشتغالهم من الهندسة المعمارية للمقاولة والاستثمار والرياضة والابتكار الشباب ثروة حقيقية ساهمت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمدينة قدرت واحد الافنمون هنا في مدينة مسترقاو اللي قربنا الأطفال ديال المدارس ابتدائية في مدينة مسترقاو العالم استكشف الفضاء على حسب واحد الوقشوب وواحد المسابقة امتليه بزاف لأن كامرة مغربية اللي بدأت في المجال ديال المقاولة من العمر ديال 16 عام شي حاجة ليه كبيرة دولة اليوم احنا فرحانين بعد تكريم لدارتول الجمعية ديال مستقبل أغادير تكريم خاص لشباب ديال مدينة أغادير على الإنجازات التي يقدمها على طول السنة شباب مبدع لمدينة جذابة شعار الدورة الأولى لمنتدى أغادير تم خلاله تكريم عشر شخصيات في احتفاء بإمكانياتهم كشركاء فاعلنا في التطور المجتمعي اعترافا لأطاقات الشباب المبدعة سنة 2023 بمدينة أغادير هناك شباب وهناك مجموعة من الشباب الذين أغنوا الساحة الثقافية أغنوا الساحة العلمية أبداعوا اليوم المنتدى يكرمهم في هذا الحفل منتدى أغادير برسائل واضحة الاستثمار في المستقبل وتمكن الشباب مدخل أساسي لتحقيق التنبية المستدامة ينقذون أطفال من قصاوة الشارع ويمنحونهم فرصة جديدة للحياة بمدينة الفقه بن صالح أعداء إحدى جمعيات المجتمع المدني يقدمون خدمات الإيواء والتكوين والإدماج في سوق الشغل روبرتاش حول هذه المبادرة من إنجاز إسماعيل بوسعيد العدسة لإبراهيم حبوب مع إشراقات شمس يوم جديد على المركب الاجتماعي بمدينة الفقه بن صالح تشرق معه بارقة أمل لأطفال قسى عليهم الزمن فوجدوا نفسهم في الشارع قبل أن تلتقطهم أياد رحيمة وتقدم لهم فرصة جديدة للحياة يرسمون ويخطون أحلامهم أحلام بسيطة وعميقة الخروج من براثن الشارع والحصول على دفء يقيهم من قساوة الحياة تبدلت الحياة بزافت الحويج نقعت عن الدراسة من السنة الثالثة إعدادي وجئت للمركب الاجتماعي وقدرت التابعة لانفورماتيك إعلاميات وستفت في المركب الاجتماعي بزافت الحويج مثل التربية غير نظامية كان قرأت التربية غير نظامية رجعت كتر يام حر الإضافة لعدة أنشطة متوازية أول مرحلة كانت تعمل معهد الوليدات وهي مرحلة الرصد نقوم بوحد الجوالات في الأماكن التي يكونون متواجدين في حالة الحالات في وضعية الشارع وفي وضعية صعبة وبالتالي نقلوهم من المركب الاجتماعي نستقبلهم هنا تحت إشراف الجمعية الإقليمية لشؤون التعقافية والاجتماعية والرياضية بالفقاء بن صالح برياضة الجيدو يصارعون شارعا يريد سرقة طفولة ما البريئة قد خبروا وتشبعوا بقيمة التضامن والتآذر هم أصدقاء وإخوة تعلموا معنى الأخلاق وقيمة أرياء رياضة مبنية الأخلاق مبنية لبزاف ديال الصيفاج الحمد لله كينين درالي اللي زبوني هنا اللي كنشوفوا فيهم شهوية القدام إن شاء الله درالي اللي السهلو السهلوش حاجاك شرقع درالي خدامين مزيان وإحنا كنحاولو تدريجيا على أننا نوصلوا لهذا المستوى باش نقضوا هذا الشاب كينين منهم أطفال اللي كيرجعوا للتربية النظامية وكينين أطفال اللي ما كتكونش عندهم القدرة إذن كيكون تكوين في المجال السهل اللي هو الفلاحي الطبخ الخياطة الإعلاميات عشر مستفيدات وعشرون مستفيدا من خدمات المركب يستفيدون من الإواة كما يستفيدون من الأمل هو لهيب متقد من الإصرار والعزيمة سقلته صعوبة الحياة ونحتت أطفال يسرون على أن يختاروا الطريق الصحيح في مفترق الطرق مرحل إلى مدينة تتوان للقاء إبداعات الفنان كمال السوسي في منحطاته يحرص على الإبداع دون التفريط في الهوية الثقافية روبرتاج فارد غيتو تحرير حسن نحمدي كمال السوسي نحات يمنح هذه الأشكال لمسة إبداعية شيئا من ذاته ومن فكره المتجدد رجل صامت لكن روحه تتدفق بالإبداع نأخذ دائما قصص أو حكايات أو أشياء مرت في زمن ما من الصعب تكرارها أو من الصعب إعادتها ولكن بأبعاد وتقنية نقوله رسم المنظور نقوله المواد الصناعية تعطيك أنك تقدر تحيي هذه الأبعاد أبعاد تصارع اليوم زحف الحدات فن كمال السوسي هو بمثابة صرخة ودعوة لسيانة تراتي مغربي إسلامي غني بالتفاصيل الفنية السيكمال السوسي هو فنان متعدد تقصصات يعرف جيدا خبايا المواد والخامات ويبحث فيها لكي يكون متجددا بصفة دائمة وتطبع أعمال كمال السوسي دقة تقنية لا متناهية للفنان كمال السوسي حضور كبير في عدد من المعارض الفنية يعد واحدا من بين أبناء تطوان الذين أعادوا الوهجة للهوية المغربية وللترات الإنساني متعدد الروافد في رقني الظاهرة لهذه النشرة نصدف مشاهدين الأساد الجامعي والكاتب إدريس الجريني يحدثنا عن إصداره الجديد طفولة بلا مطر أهلا وسهلا بك أساد الجريني أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة طفولة بلا مطر دعنا أولا نقف عند هذا العنوان يبدو ربما فيه نوع من الحزن أو الجفاف يعني طفولة بلا مطر ربما هو عنوان قوي هل يؤشر هذا العنوان إلى أنه هناك أشياء قوية بين طيات هذه الرواية؟ فعلا يعني هو العنوان حقيقة خطر ببالي منذ الصغر والكتاب في جزء كبير منه يعالج هذه المرحلة التي تحدثت عنها وهي مرحلة الجفاف التي يتذكرها جيلي والتي طبعا تعود إلى سنوات الثمانينيات والكتاب يحاول أن يعرج على مجموعة من المحطات التي نعكست حقيقة أو مجموعة من الأحداث التي فيها نعكاس لهذا الجفاف على سلوك الناس على الطبيعة على الهجرة على كثير من المظاهر التي تنتشر داخل مغربنا الجميل وخصوصا في منطقة جبل زرهون المعروفة بمجموعة من العادات ومجموعة كذلك من المجموعة من الأمور التي تعطيها تميزا طيب ما الذي جرك أو أنت الكاتب الأكاديمية المختص في العلاقات الدولية إلى سرد سيرتك الذاتية هل كانت هناك رغبة في سرد هذه السيرة؟ حقيقة أن الكتابة هذه السيرة لا أخفيك أنها كانت بشكل ممتع وكنت قد تقاسمت مع كثير من الأصدقاء ومع أسرة الصغيرة كثيرا من أحداثها وكنت أحتفظ بكثير من هذه المذاكرات مكتوبة بلغة طفولية حقيقة ولكن عندما كنت أستحضرها أو أكتبها فأجد أن هناك متعة تنتابوني وخصوصا أشكر بالمناسبة مجموعة من الأصدقاء وأيضا زوجتي أذكره طبعا الأصدقاء سمو حمد بللمو الشاعر عبد العاطي الجميل الأستاذ حسن بلغازي وصديقي أحمد كلهم حقيقة حفزوني على الكتاب وإخراج هذا العمل إلى حيث الوجود وهو عمل حقيقة أخرجني من قيود العمل الأكاديمي لأن لدي مجموعة من الكتب ومجموعة من الدراسات الأكاديمية التي طبعا تلزم الصرامة العلمية وتلزم مجموعة منها لا أقول قيود ولكن مجموعة من الضوابط فالكتابة في حق الرواية أو في حق السيرة الداتية أشعر بنوع من المتعة وأنا أستحضر هذه اللحظات التي طبعا رغم أنني تلمست فيها بعض الأحداث التي تهمني ولكن في نفس الوقت كنت أستحضر فيها شخص وأستحضر فيها ومحطة السياقات طبعا والسياقات يعني اجتماعية واقتصادية وحتى السياسية لأنه كما قلت جفاف وكما ذكرت ومحطة كانت لها تدعيات كبيرة جدا اقتصادية واجتماعية وحتى سلوكية والسيرة تتحدث عن بعض المحطات التي كان فيها تأثير على مستوى هجرت كثير من الأسر من القرية أو على مستوى حتى عندما انتقلت إلى فاس كيف أنه كانت هناك بعض مظاهر الاحتقان وكيف تحولت مثلا بعض المناطق في فاس كجنان سبيل يعني فقدت تلك الجمالية وكنت أسمع عنه لكن ألاحظ في ذلك السن يعني العكس وبالتالي فوجدت متعة كبيرة في هذه الكتبة ولا أخفيك أنني قرأته يعني رغم أنه يعني كتبت هذا العمل وعندما أقرأه أقرأه بنفس المتعة وأقرأه بنفس الشوق هي كما قلت كانت سبيلك ربما لتحرر من قيود المعايير العلمية والبحث العلمي لكن ربما هناك تقاطع بين الأسلوبين لكل أسلوب أكيد يعني مميزاتها الأسلوب البحث الأكاديمي الأسلوب الروائي لكن ربما كان هناك تأثير لحامل قبعة الأكاديمي على الروائي وهنا سرت السياقات طبعا هي في الرواية وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة أني أتحدث فيها عن أحداث تهمني كشخص يعني بما فيها طبعا يعني تلمس الدخول إلى المسيد أو الجامع كما نسميه ثم كذلك المدرسة الوحيدة في القرية ثم كذلك الانتقال إلى فاس وهو مصار يعني حقيقة يعني بشكل تلقائي أعتقد بأن كثير من الشباب الآن أو كثير من الأطفال في مغربنا الحبيب في مناطق نائية ربما قد يعتبرون أن هذه الصعوبات لا يمكن أن تمنعهم دون تلمس طريقهم تجاهل يعني لتحقيق بعض مما يطمحون إليه ولكن في نفس الوقت وهذا الجانب الأكاديمي أنني كنت أحاول أن أنتقل بين الفينة والأخرى إلى مجموعة من الأحداث ومجموعة من المحطات المرتبطة كما قلت بمغربنا العميق مغربنا الجميل ومنطقة زرهون طبعا استحضرت موسم الزيتون والذي الآن تغير كيف كانت تقوسه وكذلك تحددت عن موسم إدريس الأول عندما كنا نرى فيه كمتنفس جميل يعني نزوره ونحن أطفال كمتنفس كذلك علاقتنا بالتلفزيون كأطفال وأيضا علاقتنا كأطفال بالألعاب هذه الألعاب وسبق لي أن أعددت بحثا يعني طريفا حول هذا الموضوع موضوع الألعاب في 97 تحدثت عن ذلك في الكتاب ولذلك أعتبر بأن هذه الرواية قد ربما قد تفتح المجال إلى بعض الباحثين الشباب أو حتى بعض الباحثين المتخصصين في مجال السوسيولوجيا أو في مجال التاريخ للبحث في مكنونات منطقة جبل زرهون خصوصا وأنها يعني فيها منطقة تاريخية وهناك مقاومة وكثير منها المحطات مع الأسمف لفها النسيان أو لا يلتفتون لها الكثيرون وأيضا حتى الجانب الطبيعي على اعتبر أنها منطقة تزخر بمكونات طبيعية جميلة أتمنى أن تغري هذا المجهود وهي غير بعيدة أيضا عن وليلي طبعا وحتى في الرواية أتحدث عن إحدى الزيارات التي نظمتها إحدى الأستاذات وأنا في سن الإعدادي يعني في سنوات الإعدادي نظمناها إلى وليلي وأتحدث كذلك عن النزاها التي كانت تقام في منطقة زرهون بشكل عام أو منطقة بني عمار أو أو قصبة بني عمار التي يمسكت الرأس وبالتالي أتمنى أن تغري كما قلت هذا العمل باحثين لكي يبحثوا خصوصا في الجوانب التاريخية والجوانب كذلك الاجتماعية الغنية في هذه المنطقة أستاذ أنت كما قلنا أستاذ باحث في العلاقات الدولية نعلم أن هذا التخصص ربما يستوجب متابعة يومية للأحداث التي تتوالع ويجب أن تكون دائما على الطلع كيف أوجدت هذا الحي الزمني للعودة بذاكرتك إلى الوراء وإلى طفولتك وإلى مسقط رأسك وفي الحقيقة أن جزء من هذه المذكرات هي مكتوبة عني لما كنت في سن الطفولة أو في سن الإعداد كنت أكتب بعض المذكرات وأحتفظ بها ولازلت أحتفظ بها وأحيانا أستدعي بناتي وأحدثهم عن بعض الأحداث المرتبطة في سنوات التمدرس بالقسم الداخلي أو بكيف كنت أتلمس طريقي في المدرسة وأيضا من ناحية أخرى أعتبر أنه متنفس يعني بالنتبات لي كما قلت متنفس للخروج من سخب العلاقات الدولية والأزمات والصراعات وأتمنى أن يجد فيه ما يفيد وما يمتعى شكرا جزيلا لك أستاذ إدريس الجريني الكاتب والأستاذ الجامعة شكرا جزيلا لك وقبل ختم هذه النشرة أشير مشاهدينا إلى موعدكم بعد هذا البت المباشر مع عدد جديد من ضيف الأخبار الزميل خالد نجدي يستضيف وزير التضامن والإدماج الاشتماعي والأسرة أو وزيرة التضامن والإدماج الاشتماعي والأسرة عواطف حيار لتسليط الضوء على عملية صرف الدعم المباشر وأوراج بناء الدولة الاشتماعية ومختلف البرامج التي تراهن عليها الوزارة لتعزيز حقوق المرأة والأشخاص في وضعية إعاقا في ختام هذه النشرة مشاهدين إليكم تذكيرا بأبرز العنوين ثلوج وموجة برد وتسقطات مطارية بمعدلات ضعيفة إلى متوسطة تشهدوا المملكة في ظل ظرفية صعبة طبعها جفاف توالت سنواته تسبب في وضعية إجهاد مائي الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة والأمم المتحدة تحذر من أن القطاع بات منطقة موت بهذا نصل إلى خسام الظهيرة شكراً على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة